إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني وأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليساندين قال يا أبني لا تقصصوا إياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحادي ويتم نعمته عليك وعلى ليعقوبك ما أتمها على أبويك من طبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات الإسلامين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن رصبا إن إن أبانا لفي طلال مبين أقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعد قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه بغيابة الجنب وألقوه بغيابة الجنب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعني قائل يا أبانا ما لك لا تأمن ما على يوسف وإن ما له لناصحون أرسله معنا بدي يرتع ويلعب وإن ما له لحافظون قائلني لا يحذرني أن تذهبوا به وأطاه أن يأكله الرئم وأنتم عنه غافظون قالوا إن أكله الرئم ونحن عصبتون إن نائما لفاسرون فلما ذهبوا به وأجمعه أن يجعلوه في ضيابة الجنب وأرحينا وأرحينا إليه لتنب أنهم بأملهم هذا وهم لا يشعون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نشتبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الرئم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا منا وقفوا معنا أنفسهم أمرا فصبر جميل جميل والله المستعان على ما تسهلون